مرحبا كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتوا عم تتابعوا فيديو اليوم معكم انا عليها ورجعت لكم فيديو جديد اهلا وسهلا فيكم كل الصبايا اللي نورت عيلتنا جديد خليلي قلبكم شكنا كتير متفاعلكم ما يشفتوا لانو اذكرتكم بالفيديو السابق فما نسيتوني من لايكاتكم ومن تعليقاتكم الحلوي ربي يسعدكم ويجبر بخاطركم شكرا كتير ع تعليقاتكم لخالي عنجة شكرا كتير خالي اللي هي حماتي للصبايا اللي ما شافوا الفيديو رح احطه بصندوق الوصف والقرح تشوفو هون دائرة فوق شايفينها هي طلعت فيكن طبعا بعد ما تشوفوا هذا الفيديو تروحوا وتشوفوا هداك الفيديو اللي ما شايفو هلا متل ما شايفين انا كنت وعدتكون انو فيديو العرس انا نزلكون فيديو العرس فهوني تاني يوم يعني تمام العرس صار بالليل بعد هداك الفيديو شاركتو معكون هاي تاني يوم الصبح بعد العرس يعني ليش ما نزلت فيديو العرس عب استنى في رح يجوني مقاطع فيديو من المصورة اللي كانت عبتصور هناك طبعا رح احكي لكم كل التفاصيل بفيديو جاي فيديو العرس ما احابة احكي هلا اشيء ابدا ابدا لانه كتير رح يستفيدوا البنات اللي موجودين هون بتركيا يعني اذا بيحبوا هيك شغلات وهي المهم ما احكي هلا على العرس نهائيا رح يعيفوا لبكرة هلا اليوم عبور جيكون انو تاني يوم مو لبكرة عفون لفيديو جايبا بعد بكرة اقيمت لتانين اقيمت بيصدف الله وعلم بس على الاغلب التانين يعني لانو هلا هدا اليوم سبت رح ينزل هاد على فكرة عم منتجوا اليوم شاطرة شايفين ورح ينزل مباشرة اليوم هون عبور جيكون البيت طبعا ما بحب عيفل تخوتي من قوتات واصور كتير بالدايق انو من شكل اتخذ وانو هيك بحس ما ما كتير منظر حلوس عبور جيكون هون اللي بسنا لكننا لابسينو مني استكانت معي كانت لابسة هدولة انو الشغلات اللي بدا غسيل اللي بدا كويل بدا تعليق محلاتها هيك يوميا في منظر البيت طبعا بلم لكلكن هون هاد غسيل ما في شي يعني بلم البيت قبل ما أنام يوميا يوميا بس هدولة بما انو كانوا بدون تعليق وهيك فعفتوا لالصبح يعني بس اساس كل شي اللي بس من في الصبح الغبرة بالاراضي الغبرة بدا مسح يوميا خبروني مين مثلي يوميا عم بيكنس البيوت هادول عفو منكون الاحزية يعني هادول بدون مسح بس ما عفتوين برا دخلتون يعني قلت اضمن وخبروني قلتلكم مين مثلي هايك الغبرة ما عمللحق بالاراضي هادولة هيك مثل زغبر اسود عم بيصير بالاراضي هن عبور جيكون هاي الغسيل بدو غسيل والطنجرة البلارض لامو موفيه هاي غريضين هادول الجاليات طبعا هادول نضاف لفناجي القهوة اللي شربنا فيهم رح نظيف البيت سوا واللم هيك ورح اشارك معكم هاي الأجباء طبعا اليوم فيديو حلو كماني بس كتير متحمسي انا لفيديو بكرة عن جد لانه كتير فيه حماس رح تستغربوا منه عن جد استنوا ورح تتابعوا ورح تعرفوا اول شي صبح لازم نفتح الشبابيك تدفئة ما تدفئة شفت فيديو الامة السورية كيف انه هيك بتفتح الباب وهو كتير بيصير وهيك كتير مضحك فتذكرت ولا هون هاي التنجرة شايفينا بالأرض هاي لماما برحة مطبخنا فيها رح ابعتليها هالأول الشي رح احط وجبة غسيل مشاع نيبس الغسيل لانه انا بنشرع التدفئة يعني فمشاع نيبس الغسيل رح يجيني ضيوف على بما اطلع وجبة تانية تمام بكون اول وجبة انه خلصتها رح نحط الغسيل ونروح على غرفة النوم مشاع نطبع مع بعضنا للغراض وبعدين بنمسح الاراضي ومنكنسها وهيك بصير البيت عن جد نظيف ولا فيوشي لانه مثل ما شايفين انه البيت ملموم كلياته ترجمة نانسي قنقر وهلأ جينا لهوني لحط نطبق هذا المكياج اللي عفته بالليل هيك شكله ورحت عن جد يعني حتى بالليل جيت ما ضبيته لانه في شغلات كانت هلا هدول متوسخين تمام لانه استخدمتهم اكتر من مرة وصاروا انه وصخين بدون نغسل في مكياج فاضي كان بدون كب هلا اكتشفت امبارحة وقت اللي جيت اتمكياج اكتشفت هلا بصراحة انا بروحها مناسبة ما بتمكياج انا في صبية بتتمكيجني يعني مكياجة كتير حلو كتير بحبه بتجي عالبيت يعني وبتمكياجني بس هلا بما انه كنت مشغولة وفا ما ما صحت الله وما حا احكي هلا لفيديو الجاي كنت رح لكم شغلة بس ما بدي مشان احمسكم لفيديو الجاي بتعرفوا انه اشي هي الشغلة ما بدي اقولها هلا فهيك مشان هيك ما اجت مكياجة نعرفته هوني بلشت انه انضيف هيك المكياج وعلى فكرة ما عندي كتير كلون كم غرض بس اما ما بشتري الانوعيات كويسة يعني لانه انا لتلكن على طول بقلكن انه انا ما بهو كتير المكياج بتمكياج للمناسبات ولكل شي بس وقت المناسبات الكبيرة لتلكن انه بنيت بس مسلا ما تداروي جمعات او شي انه انا بكت مكياج بس اما بنفس الوقت انه ما ليهيواية فيه كتير يعني ما عندي هيك كتير انواع وهيك لا بس بحب اخدهم انه ماركات كويسة باخد من غريتين كريم مثلا كويس كتير نوعيات تكون كويسة ما تكون كتير هادا الكريم اللي بستخدمه كتير كويس كتير بحبه يعني انه بعجبوني هيك كريمات فيها كل مره باخد شي على فكرة يعني بجرب بس حاليا هادا كتير حبيته ببين الوش طبيعي وهدول عبورجيكم المجموعات اللي عندي الصايرين حضرانين الحرب العالمية لانه لتلكون والله ما بستخدمي كتير يعني هلو قد تجي البنت بتمكياجني تمام انه بعطيها مكياجي بس جقدمي كان كل قيمة لحتى تصير مناسبة هدول الريش عبورجيكم ما رح احطون بقلبون رح اغسلون لانه استخدمتوا اكتر من مرة المكياج وما مسحتوا ولا غسلتوا ولا شي فهوني حطيت هدول اللي على الغسيل وهلأ رح افرجيكم المسكرة هاي للحواجب كتير كويسة من ماسكو فكتير كتير حبيت لونها انا ما بحب هدول هيك الحواجب اللي بيخططوهم بصيروا هيك بنيات ما بعد مثل الشريرات لا ما هيك بس هاي مسكرة بترسم الحواجب هيك بتعطيه شعره شعره ولون حلو عرفتو يعني بس هيك بتعطيه اللون وبتمشط الحواجب فكتير حلوه كتير بحبهم فيه الوان ما بتجيه حلوه فيه شفافه لا هاي لونه كتير حلوه يعني عرفتو بيبينو الحواجب طبيعيات كتير بحبه وهوني تركت ورحت لانه طلعت وجبة الغسيل رح انشور الغسيل مشان يبس لانه رح يجوني ضيوف طبعا ضيوف ما غريبين هيك قريبين علي فيه لانه رفقتي عنده مركز ليزر ومسلا نادي رياضة واجهزة وكل شي عنده تنظيف بشرة وهيك شغلات عنجد والله مو عبعمل لدي عاي للبنت ولا شي نهائيا نهائيا لانه انا اذا كان حدا ما شغله كويس ان شاء الله تكون امي بلكون تمام انه هيك عرفتو هوني عبرجيكم انه الغسيل بره ما نشرتم مشان انه ما ينزل عليه مطر وهيك شي فكنت عب بحكي لكم عالصبايا البنات اللي بانطاكيا اذا بيحبوا هنين انا ما هاحكي هلا مين الصالون ولا وين ولا شي اذا هنين بيحبوا طبعا سورية البنت رح احط لهم بفيديو جاي رقم تليفونا اسمها هيك للبنات الموجودين بانطاكيا لانه الصالون بانطاكيا طبعا عنده ليزر وكل حدا بيجي من طرف هلا من القريبين اللي عم بيروحوا بما انه هي رفقة جلسة الليزر عنده كتير رخيصة يعني مية وخمسين ليرة بس لجلسة الليزر ابو اسقل بقنا لانه هي سكرة وعسل ما همى المادة ابدا همى الشغلة كويس والمعاملة الحلوة انا كتير بحبها مشان هيك فقلت لكم انا والله ما عب بعمل لدي عايو هلا هي ما بتعرف انه انا رح احكي عنا لو الله بس انه حب بقفيت مثلا انا عملت بروتين شعري عنده بيجنن بيجنن كتير حلو البروتين كتير عجبني حبيت عرفتوا انه هيك بما وقت اللي بشوف شغلة حلوة حاليا قيد التجربة البروتين يعني عرفتوا انه له مثلا ثلاث اربعة تيم تمام حب كتير اذا ضل هيك على نفس النتيجة بخبركن حاليا يعني انه جديد ما فيني احكي عنه انه كويس وبنصحكم فيه وهيك انه عنده بس اجماله البروتين للي رح يسألني عن البروتين البروتين حلو كتير اذا كان اشتغلتو بالمحل الصح بغزي الشعر بتصير الشعره كتير نعمي كأنك عاملة ليستشوار على طول شعرك هيك بس انه بدك تعتني فيو اذا حابين اقلكن شلون هيك بالفيديو رح احكي فيو عن الصبي رح اخبركم عن الشامبويات اللي بستخدمها وعن شلون بنعتني فيو هيك وبيضل كتير فترة حلوية يعني هون بعد ما خلصت البيت عب كالناس اسفة بقلي كتير بس بحب اشرح لكم يعني عرفتو انه شغلة فيها افادة لقلكن قدر الامكان بحب افيتكن فيها هون غرفة الولاد هيك خلص بهالعملة هيك تخيل وانه التنظيف يكون هيك سهل كل هالقد خلصت وضبيت الغسيل شام مأمل للكون للكون رح يجوني ضيوف هون هي كانت اخر وجبة الابيض خلصتو كلييتو وشايفين فورا بشيل غسيل وبحض غسيل لانه بيبس مباشر هوني ما بيأثر على البيت لا بيصيروا رطوبة لاشي انه رح يقلولي مثلا لانه بيطلع جمالا يعني يناشف كتير الغسيل بلاشت اكنس الاراضي وراح امسح الغبرة هيك المرحلة الاخيرة اللي بحسها هيك انه رياحة نفسية بس متل ما شفتو والله لانه كان البيت انه زاتا يعني ما فيو شغل كتير وقت اللي منشتغل اول باول هيك بنحصل على هاي النتيجة هوني اختي سوتنا هالكاكي سلم ايديها عن جد بخمس زايق والله هي بخمس زايق وطيب كتير وشايفين الصينية ما اكبرة وما عجب افررني لانه ليش كنا عايفين الصينية السودة شايفينها من تحت عزلة حرارة يعني ما شرناها وطلع بهي جنن وطيب كتير وطري طري اش قد من قلت للكون يا بصراحة ما كنت متوقعته هيك مشان هيك انتظرو الفيديو رح اشاركو معكم باخير الفيديو والله وبنفس النهار سويتو وهذا انا اللي كنت جايبتو من البيم كمان سويتو طبعا هي سويتها داكا عندي هي وهوني انا سويت هذا هذا تطبيق شاركتو معكم بالفيديو اتلي كانوا بيت حماي ورح احطلكون يا بصندوق الوصف رح تشوفوا فيه اذا حبيتو هاد اخدتو من البيم وهوني بعد ما راحوا ضيوفي ميت اهلا وسهلا ما صورتلكون هاي الاجواء كتير بصور لكم اجواء بكون عندي حدا حبيت هيك اختصر شوي هاي الفقرة وصلنا لأحلى فقرة بتعرفوا اشي هي انه انا عشاي جاهز عندي اكل من قبل بيوم كتير حلو هيك عن جد بتحسوا الهم الاكبر انه اش رح تسوي اكله اش رح نطبخه وكله مثل بعضه وهيكه فكتير رياحة نفسية انه هون انا عندي طبختي جاهزة من قبل بيوم رح احط العشاء معكم وبعدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 نفش شوي تمام شغلته من فوق هون اختبرته بالعودة وصحة وعافية طلع كيك بيجنن وحتى على فكرة بالفرن ما بيطول كتير وهكي خلط يعني بدقيقة هون سخن كتير كتير حرقت ايدي وبس طلعته مشان اورجيكم يا عنجة كيكة خرافية جربوها ورح تدعو لي كتير طيبة يعني رح تعتمدوها وصفة هيك كل ما اشتهتوا على كيك تقوموا يلا بخمس زقاي تسوي هذا الكيك يعني تخيلوا نحن عنا لضيوف اختي دخلت على المطبخ خلطتو وحطتو بالفرن عبين ما شربنا القهوة بهيكي حكينا شوي كان الكيك جاهز هوني صحة وعافية شايفين الشكل بشهيل وهيك هي اخر الاجواء خدمت لكم ياها بالقهوة بعضت لي ياها خالتي ابوسة انا كنت عبقل لعي جبتني هي المرجوحة انو هيك مشان فنجين القهوة فهي هي عملتها قلت لها رح اسوي مثله تمام انو جبت دفات وهيك عنجد رح اسوي مثله لامكان هي في منها جاهزة بس انا في كتير بنات كتابولي مشان الشجر وهيك انو اشتري جاهز انا بحب اشتغل عرفته بايدي يعني احيانا بيخطر لي الساعدة عشب الليل انو اعمل شي شغلي عرفته فانا كتير انو بحب هيك شغلات اشتغلها بايدي حتى هدول هيكي مشتغلتون هي على ايدي عملتلي مثلون كتير حلوات لي قطينات نجد يسلم ايديها وصحها وهنا على القهوة اللي كانت بتجنين كتير استنوني فيديو جديد بحبكون كتير وزا ما تحمسين الفيديو القادم حطولي لايك كتير كبير من ايدكن وكتبولي كل حدا ما ينوصل معي الهلاء بحبكون اشتركوا في القناة